إذن نتابع تطورات في العراق لسيما مع اقتحام مناصرية صدر منطقة الخضراء والبرلمان ومع دعوة الصدر للمتظاهرين بالعودة إلى منادلهم باعتبار أن الرسالة وصلت هل بالفعل وصلت هذه الرسالة؟ وهل سيكون هناك أي تجاوب أو تفاعل من قبل الإطار التنصيقي الذي رشح محمد شيعي السوداني وعلى إثر ذلك كان التظاهر من قبل مناصرية صدر نتابع أكثر في للخبر بقية أهلا بكم الأزمة السياسية العراقية المستمرة منذ تسعة أشهر لم تنتهي بترشيح الإطار التنصيقي للوزير السابق والنائب الحالي محمد شيعي السوداني لرئاسة الحكومة متظاهرون من التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان احتجاجا على ترشيح السوداني هاتفين ضد قوى الإطار التنصيقي وحاملين صورا لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بعد اقتحام أنصاره للبرلمان قال إن ما حدث هو ثورة إصلاح ورفض للفساد داعيا الجماهير للعودة إلى منازلهم بعد أن أكد أن رسالتهم وصلت إلى المعنيين بدوره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا المتظاهرين إلى الانتزام بالسلمية والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء اقتحام أصار التيار الصدري المنطقة الخضراء والبرلمان يعيد صدر رقما صعبا في تشكيل الحكومة ويفتح جبهة جديدة مع نور المالك ومن خلفه طهران إذن للنقاش أكثر ينضم إلينا من بغداد إلى الآن محمد العجيلي البحث السياسي وأبدأ معه النقاش إلى حين انضمام ضيوفنا من بغداد سيد العجيلي كان متوقعا أن يكون أي ترشيح من قبل الإطار التنسيقي من دون التشاور أو التنسيق أو التوافق مع الأطراف السياسية كلها بمن فيها وبشكل أساسي التيار الصدري أن يثير استفزازا وأن ينزل متظاهرون ومؤيدون لتيار الصدري إلى الشارع ومع ذلك كان ترشيح سيد محمد الشياء السوداني لماذا كان هذا الإصرار على الترشيح بهذا الشكل؟ لماذا هذا الاستفزاز؟ إذن لا يبدو أن سيد محمد العجيلي البحث السياسي جاهز معنا إلى أن يصبح التواصل معه ممكنا نتابع إذن هذه الصور التي كانت قبل ساعة منذ اقتحام المتظاهرين من قبل التيار الصدري المؤيدين لتيار الصدري مقر البرلمان والمنطقة الخضراء وذلك للاحتجاج على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد الشياء السوداني وكان ذلك بداية الأزمة فيما يتعلق بعدم التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة منذ أن انسحب النواب التابعون للتيار الصدري من البرلمان وكان ذلك موقفا واضحا من قبل مقتدى الصدر بأنه لن يشارك بأي استمرار لعمل البرلمان بشكله إلا إذا كان هناك توافق ووقوف عند رأيه فيما يتعلق برئاسة الحكومة سيد محمد العجيلي تسمعني الآن من بغداد نعم أهلا بك إذن كنت سألتك عن استمرار أو السعي لترشيح شخصية لرئاسة الحكومة من قبل الإطار التنسيقي بصرف النظر عن التوافق أو التنسيق أو التشاور مع التيار الصدري علما أنه كان منذ البداية هذه الأزمة معروف أنه لو جرى تخطي التيار الصدري سيكون هناك تحركا في الشارع لم يكن ذلك مفاجئا ومع ذلك اختار الإطار التنسيقي هذه الخطوة خطوة ربما تعتبر مستفزة ولكن لماذا أصر عليها الإطار التنسيقي رغم معرفة التداعيات شكرا جزيلا على هذه الاستضافة كانت هناك مباحثات ما بين الطرفين المتخاصمين سياسيا التيار الصدري والإطار التنسيقي وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر حيث أن التيار الصدري كان ذاهبا باتجاه أن تكون الحكومة تحت مسمى الأغلبية السياسية وكان الإطار التنسيقي يذهب باتجاه الحكومة التوافقية المسمى بالتوافقية بالتالي لم يصل إلى مخرجات ملموسة تجمع الطرفان بملتقيات معينة انسحب على أثرها التيار الصدري من قبة البرلمان بعد هذا الانسحاب الإطار التنسيقي أصبح تحت ضغط هائل جدا وسائل الإعلام كانت تضغط على الإطار التنسيقي وكذلك القوى السياسية والجانب الشعبي ذهب باتجاه الضغط المباشر والغير مباشر على الإطار التنسيقي كون الساحة السياسية الشيعية خلت من منافسه التيار الصدري في قبة البرلمان فما في داعي لهذا التأخير فبالتالي كانت هناك أسماء مرشحة من قبل الإطار التنسيقي خمسة أسماء تم الاتفاق على أن تكون السيد محمد الشاع السوداني الوزير السادق في القمة السابقة أن يكون هو المرشح منافس الإطار التنسيقي كما وصفته التيار الصدري خرج من البرلمان ولكن لم يخرج من الحياة السياسية وكان هذا واضحا وواضحا الموقف بأن مقتد الصدري يقول سأخرج من البرلمان لكن أي تشكيل للحكومة لا يمكن أن يمر من دوني لا يمكن أن يرشح رئيس الوزراء من دون موافقة كان هناك مجال لإجراء حوارات لمبادرات وكان واضحا أن موقف التيار الصدري ليس من الإطار التنسيقي ككل ولكن هناك مشكل مع نوري المالكي لا يريد أي مرشح لرئاسة الوزراء من طرف نوري المالكي لماذا لم يتم البحث عن وسيلة لتجاوز هذه العقبة لماذا قرر الإطار التنسيقي أن يمضي في هذا الترشح علما أنه اليوم كان هناك بعد هذا الترشيح زيارة لقاءاني مع كل التركيز منهم من سماها تعليمات أو دعم بأن يكون هناك استمرار وثبات على ترشيح السوداني رغم كل الضغوطات أو رغم موقف الصدر يعني أولا السيد السوداني لم ينتمي إلى دولة القانون هو كان في حزب الدعوة تنظيم العراق وسيد نور المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة حزب الدعوة أكثر من جانب وأكثر من جناح بعد الانشقاقات في حزب الدعوة فالسيد السوداني هو في حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يختلف تماما عن حزب الدعوة الذي أمينه العام والسيد المالكي هذا جانب جانب ثاني السيد السوداني استقال من حزب الدعوة تنظيم العراق منذ عام 2020 أو 2019 فبالتالي هو رجل مستقل لكن هو مرشح الإطار التنسيقي مرشح قوة الإطار التنسيقي هناك الإطار التنسيقي فيه قوة ليست فقط دولة القانون وإنما قوة كبادر وكذلك العصائب والنصر والحكمة وباقي الكتلة السياسية داخل الإطار التنسيقي أضف إلى ذلك في الفضاء الوطني في الأجواء الإعلامية والشعبية والجمايرية هناك معايير ومواصفات إلى من هو رئيس وزراء أولا يكون المرشح أن لا يمتلك جنسية مزدوجة مع الجنسية العراقية ثانيا تكون لديها الخبرة والإمكانية الكافية ثالثا لا تكون عليه شبهات فساد وليس فساد وإنما حتى شبهات الفساد يفترض أن لا تكون عليه ثالثا لديه علاقات مع الجميع علاقات مستقرة هذه المواصفات والمعايير أقترنت بشخصية السوداني الذي كان هو مؤهلا حتى الأسماء الخمسة التي كانت مرشحة الإطار مثلا السيد العرجي كان بذات المواصفات كذلك سيد الشكري بذات المواصفات لكن وقع الاختيار بعد سحاب السيد العرجي وقع الاختيار على محمد الشاعر السوداني فهذا خيار الإطار بعد الضغط وبعد اعتماده على المواصفات وجميع قوى الإطار التنسيطي وضحت هذه النقطة سيد العجيلي دعني أشرك في هذا النقاش سيد إياد العناز البحث السياسي العراقي من عمان سيد العناز ربما سمعت ما قاله سيد العجيلي أو بعضا منه يعتبر أنه لم يكن بالضرورة المقصود من ترشيح سيد السوداني استفزاز تيار الصدري بأي شكل إنما هو شخصية الأفضل التي تم التوافق عليها خصوصا وأنه كما ذكر كان هناك ضغوط على الإطار التنسيقي بأن يعجل بتسمية رئيس للوزراء هل برأيك بالفعل كان لا يمكن اختيار أي شخصية أخرى هل بالفعل كان من الصعب تجاوز عقدة المالكي بالنسبة للتيار الصدري والتواصل مع مقتدى الصدري لإيجاد مشترك لحل الأزمة السياسية في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله ومساءكم بخير أهلا أهلا ولمشاهدي القناة بداية علينا أن نعلم أن خروج التيار الصدري من المنظومة العمل السياسي وخروجه من انتخابات أو مجلس النواب في رأيه وفي رأي جميع مؤيديه أنه ليس بعيدا عن العملية السياسية أو ترك جانبا مهمة من كيفية التعامل مع الوضع السياسي العام في العراق لذلك هو رأى في عملية اختيار الإطار التنسيقي إلى شخصية سياسية محسوبة على دولة القانون يعتبر خروجا على ما اتفق عليه أو ما هو يراه يعني أنه خروجا على معيار السياسي في هيمنة وسيطرة الإطار التنسيقي ممثلا بدولة القانون وأن هذا المرشح هو تابع إلى المالكي هنا العملية أخذت أبعاد أخرى أنه رأى التيار الصدري أنه جانب الأساسي في عدم الاستماع إلى الجموع التي ترفض هذا الجانب فدفع باتجاه التظاهرات الشعبية التي تندد بهذا الاختيار إذن أراد أن يوصل رسالة وهي أنه حتى وإن تعد عن موضوع البرلمان أو تناسل عن 73 مقعدا من مقاعده فهذا لا يعني أنه ليس مشارك في اختيار صحيح وشعبي لذلك استخدم الأسلوب الشعبي بعيدا عن المعارضة السياسية الداخلية وأصبحت هناك معارضة شعبية في رأيه التيار الصدري أخذ جانب مهما أراد أن يرسل إلى جميع حلفائه في العملية السياسية أو باقي الأحزاء ومن ضمنها الإطار التنسيقي أنه لا زال يدعو إلى حكومة ليس توافقية بقدر ما حكومة تسعى إلى عملية إصلاح وعملية بناء جديد والتغيير وهذه المعايير التي استخدمت في عملية التوجه الأول للتيار الصدري في بداية أو بعد الانتخابات التي جرت في شهر العاشر من سنة الماضية سيد العناس كما ذكرت يعني هو لم يكن مستغربا أن ينزل متظاهرون للتيار الصدري إلى الشارع هذه الخطوة كانت متوقعة منذ أن أعلى عن انسحاب أنوابه من البرلمان كان متوقع أن ربما سيكون هناك دفع في وقت ما لمتظاهره إلى الشارع الرسالة تقول قد وصلت وهو مقتدى صدر نفسه قال وصلت الرسالة إلى المعنيين وعليه دع المتظاهرين للعودة إلى منازلهم ولكن فكرة الذهاب إلى المنطقة الخضراء الاقتحام وإلى قبة البرلمان هناك من اعتبر أنها ربما أتت في إطار تناغم تنصيق توافق مع طرف آخر منه تحديدا ربما سيد الكاظمي الذي لا يزال في نظر مقتدى صدر وربما أطراف أخرى يعني مرشحا قائما لرئاسة الحكومة هل هذه أيضا من الرسائل التي ربما حاول مقتدى الصدر أن يبعث بها معلوم أنه لدى الجميع والمتابعين إلى الشأن السياسة العراقية أنه التيار الصديق ليس هي هذه المرة الأولى التي يتجه فيها إلى المنطقة الخضراء وليسها الأولى التي يقتحن فيها مجلس النواب نحن نتكلم عن طبيعة العملية التي يستخدمها التيار الصديق في المواجهة الشعبية ونعلم جيدا أنه لا توجد قوة عسكرية أو قوة أمنية تستطيع الوقوف أمام عناصر وأنصار التيار الصدر لأنهم يتقدمون وهم مقتنعين بما هم ذاهبون إليه وبالتالي هم يستمعون جيدا إلى التوجيهات الصادرة إليهم بهذا الموضوع التوجه إلى المنطقة الخضراء هو ليس وليدة هذا اليوم نحن نعلم أنه سبق وأن حدثت في السنوات الماضية وفي الأعوام الماضية وهذه ليست كما قلت وإنما هي المرة الثالثة ولكن دائما كانت القوى الأمنية والقوى العسكرية تبتعد عن عملية المواجهة ليس هناك جانب أساسي في هذا الموضوع ولكنه عدم إحداث حالة من الخسائر البشرية التي من الممكن تحدث ما بين القوى الأمنية وبين أنصار الصدر أو ما بين القوى الشعبية التي ترفض هذه ترفض التوجهات أو ترفض عملية السياسية إذن الجانب متعلق في كيفية إدارة هذه الأزمة وفي كيفية معالجتها وبالتالي نرى أن القرار الذي تأخذ من قبل التيار الصدري حال وصول المجامع إلى مجلس النور تم الإعلان عن انسحابهم وقيل أنه تم تحقيق كما قال الرئيس التيار الصدري أنه تم تحقيق الغاية المرجوة منها ينضم إلينا الآن من بغداد أيضا الكاتب الصحفي دكتور مجاشع تميمي أهلا بك سيدة تميمي إذن هذه الخطوة كانت ربما حسب أيضا ما يقول ضيوف محصوبة مقدر لها أن تكون فقط لإيصال رسالة قال مقتد الصدر بأن الرسالة وصلت وصلت بأنه رقم لا يمكن تجاوزه بأنه أيضا له كلمة فصل ربما بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء ولاحقا بتشكيل الحكومة لكن ما المتوقع بعد ذلك وصلت الرسالة ما الذي يتوقعه برأيك التيار الصدري من الإطار التنسيقي كخطوة مقابلة لما جرى اليوم نعم شكرا جزيلا لكم وتحية لكم ولضيوفكم ولجمهوركم الكريم الرسالة يفترض أنها وصلت لقوى الإطار التنسيقي منذ انسحاب سيد مقتد الصدر من البرلمان الشهر الماضي يعني مرة أكثر من شهر على انسحاب سيد مقتد الصدر وكنا نعتقد أن قوى الإطار التنسيقي بما تمتلكه من خبرة سياسية أنها تعتقد أو وصلت لها فكرة أن التيار الصدري لا يمكن أن يكون خارج العملية السياسية وخارج أي محاولة لتشكيل الحكومة للأسف الشريط بعض أطراف الإطار التنسيقي وهنا أتحدث أقول بعض قوى الإطار التنسيقي لأن غالبية قوى الإطار التنسيقي كانت تدرك خطورة أن يبقى السيد مقتد الصدر والتيار الصدري خارج العملية السياسية بعض القوى وهنا أتحدث بشكل صريح ربما السيد نوري المالك كان في مقدمته في محاولة منه لعلى الأقل تشكيل حكومه هذه الحكومة تكون برئاسته لكن حصلت الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي في محاولة من بعض أطراف الإطار التنسيقي بعدم استبزاز السيد مقتد الصدر خصوصا وأن هناك تسريبات خرجت من السيد نوري المالكي كانت تسريبات جدا مسئلة للتيار الصدري وإلى شخص سيد مقتد الصدر لهذا ابتعدت قوى الإطار التنسيقي عن الخط الأول بالإطار التنسيقي لكن هذه المرة من وجهة نظر التيار الصدري أن سيد محمد الشاعر السوري ما هو إلا ظلا لسيد نوري المالكي وعلى هذا الأساس جاء الرد هذه المرة بشكل مباشر على الرغم أن سيد مقتد الصدر حاول أكثر من مرة منذ قبل أسبوعين أي منذ صلاة الجمعة المليونية التي قامها سيد مقتد الصدر في بغداد كان من المتوقع أن تكون هذه الجمعة المليونية أن تقتح من منطقة الخضراء لكن سيد مقتد الصدر حاول أن يعطي على الأقل مجالا للقوى الإطار التنسيقي لكن كانت ردة قوى الإطار التنسيقي أنها للأسف الشديد لم تصلها الرسالة ولهذا رشحت شخصية ربما متيرة للتعرض سيد العجيني في بداية هذه الحلقة ولا أدري إن كنت سمعت ما قاله ردا على فكرة إن كانت ترشيح سيد السوداني هو فعلا استفزاز من جانب المالكي تحديدا لمقتد الصدر قال بأن سيد السوداني لا يمثل بالضرورة خط المالكي وتحدث عن سيرته بأنه الآن هو يعتبر مستقل ومنفصل عن حزب الدعوة بكل أطيافه بما فيها طيف سيد المالكي ما رأيك بذلك؟ هذا الموضوع في العراق تعودنا عليه أن يأتي بأشخاص مستقلين حتى في العملية لاحظنا أنه كنا متفائلين حينما صعد أكثر من ستين نائب كنا نحسبهم مستقلين عن الكتل السياسية لكن ما أن بدأ في مراحل تشكيل الحكومة حتى تبخر ولم يقفى منهم إلا أقل من عدد أصابع اليد بالنتيجة هذه الموضوع موضوع المستقل ولكنه هو ظل لطرف سياسي في نظر سيد مقتل الصدر والتيار الصدري أنها القضية مفضوحة والتيار الصدري سبقه عام 2019 أيضا نزل تغريدة ضد سيد محمد الشيعة السوداني على الرغم من أن سيد محمد الشيعة السوداني في نظر جميع الشخصية محترمة ولم تسجل أي ملفات فساد وهو لديه خبرة في دارة الدولة لكن في نظر التيار الصدري أنه وجها من وجوه سيد نور المالكي يعني هذا موضوع أن يأتي شخصية وهو كمستقل والآن هذه القضية لن تنطلي على أي قياد أو سياسي في الأراضي سيد العقيني هل إذن سيكون هناك تراجع محتمل أو قد يفكر الإطار التنسيقي بالتراجع عن ترشيح سيد السوداني بعد رسالة الصدر اليوم؟ يعني فقط تعقيب بسيط على ما تفضل به الأخوة باعتقادي أن ليس الهدف هو السيد محمد الشيعة السوداني وإنما الهدف للتيار الصدري هو الإطار التنسيقي برمته لأنه سبق وأن لم يتفق التيار مع الإطار بالفكرة العامة للمرحلة المقبلة فبالتالي هي ليست بالجديدة بالاختلاف ما بين التيار والإطار لكن هذه المرة أصبح سيد السوداني هو ضحية ولكن سيد العقيني أنت برأيك أنت لا توافق على فكرة أن المقتد الصدري الآن لديه مشكلة ليس مع الإطار التنسيقي ككل ولكن فقط مع تيار المالكي ضمن الإطار التنسيقي أنت تقول عكس ذلك يعني هو مقتد الصدري يقول مشكلتي ليست مع الإطار التنسيقي بينما أنت ترى الموضوع أنه مع الإطار وليس مع المالكي فقط أنا أرى الموضوع هو مع الإطار التنسيقي بصورة عامة لكن من الممكن أن تكون بصورة خاصة وبتركيز أكثر مع المالكي وتيار المالكي اللي هو دولة القانون أما السيد السوداني فهو أصبح ضحية هذا الصراع ضحية هذا الاعتراض طيب مفهوم هذه النقطة ولكن أريد أيضا أن أصبحك سيد العجلي سأسمحك لأن أريد أن أفهم أكثر منك هذه النقطة إذا كان برأيك أن هناك مشكلة خاصة بين مقتد الصدر والمالكي ضمن الإطار التنسيقي ألا يمكن التفكير للخروج بحل في ضل هذه الأزمة السياسية من قبل الإطار التنسيقي أن يتجاوز مسألة المالكي أم أنه ربما الإطار التنسيقي ككل يأخذ مشكلة المالكي مع مقتد الصدر ليمرر ما يريده هو كصورة عامة لشكل الحكومة للمسار التنسيقي أيضا مع طهران كما أتى سيد قآن اليوم وكرسه لو دققنا أكثر ودخلنا بعمق الإطار التنسيقي لو وجدنا أن السوداني هو ليس مرشح المالكي لرئاسة الوزراء وإنما مرشح أحد الكتل السياسية التي تأتي من حيث الحجم والتأثير بعد تأثير دولة القانون داخل الإطار التنسيقي كما كان السيد الأعرجي هو مرشح إلى كتلة وسيد الشكري مرشح إلى كتلة أخرى لو كان الاستفزاز بحق الاستفزاز لكان أصر السيد المالكي على الترشيح وهو كان مرشح من قبل كتلته التي تضم أكثر عددا نوابا في الإطار التنسيقي لكن المالكي أراد أن يبتعد عن هذا الاستفزاز ولا يريد أن تكون هناك محرقة أخرى يذهب ضحيتها الجو العام، الجو البلد، البلد بصورة عامة فبالتالي لم يكن هناك ترشيح إلى المالكي بشخص المالكي كيف سيتفعل إطار التنسيقي الآن؟ لكن هناك ترشيح إلى شخص رشح من هل سيتمسك بسيد السوداني؟ أم سيكون هناك دفع بشخصية أخرى؟ ما هي الخطوة المتوقعة المنتظرة من الإطار التنسيقي؟ حسب تقديراتي وحسب استشرافي للموضوع الإطار التنسيقي كان متماسكا جدا عندما كان التيار الصدري داخل قبة البرلمان لكن انخفض هذا التماسك داخل الإطار التنسيقي عندما انسحب السيد مقتدى الصدر بأعضاه من داخل قبة البرلمان لكن بعد حادثة اليوم ودخول المتظاهرين باعتراضهم الشديد إلى قبة البرلمان أنا أعتقد سوف يعطي تماسكا آخرا أفضل من التماسك السابق بداخل الإطار علما أن المتظاهرين السلميين انسحبوا من قبة البرلمان لو كان هناك بقاء لهم داخل قبة البرلمان أو اعتصام خارج أسوار البرلمان لا كان ممكن أن تكون هناك حالة التفتت أو حالة التباعد بين قوى الأطار التنسيق لكن بما أنه كان هناك رسالة واضحة دخلوا وانسحبوا أنا أعتقد فيه فسحة ولكن ليس واضحا بعد إذا كان المتظاهرون فعلا سينسحبون من الشارع تماما لأن كان هناك دعوات وهنا أريد أن نتحول لسيد جاشا تميمي لتعليق على ذلك هناك دعوات لإبقاء التظاهرات سلمية هناك دعوات حتى دولية وأقليمية متابعة اعتبرت أن التظاهر هو أساس الديمقراطية ما أوحى بأنه ربما يكون هناك بقاء للمتظاهرين في الشارع ولو انسحبوا من البرلمان ما هي الخطوة المقبلة الآن من التير صدق البقاء في الشارع كي يفتت كما تعبير سيد العجيلي الإطار التنسيقي أو سينسحب تماما وتعتبر خطوة ناقصة حسب أيضا وصف سيد العجيلي فيما يتعلق بمواجهة الإطار التنسيقي لا بالتأكيد الآن صدرت التوجيهات من السيد مقتر الصدر بالانسحاب هذه المرة لكن هذه لن تكون هذه المرة الأخيرة السيد مقتر الصدر سينظر إلى الإطار التنسيقي ماذا سيتخذ الإطار التنسيقي من شأن أن يهدئ الأجواء داخل المكون الشيعي عموما أنا أتوقع أن سيد مقتر الصدر اليوم حصر قوى الإطار التنسيقي في خيارين لا ثالث لهم أما سحب ترشيح سيد محمد الشاع السوداني وأنا أتوقع أنه يأتي بدلا عنه السيد حيدر العبادي بما لديه من علاقات طيبة وقوية مع السيد مقتر الصدر وربما يكون هناك رسالة على الأقل اطمئنان أو تكون حكومة ليست حكومة دائمية وإنما حكومة موقعة لعام أو عامين ومن ثم نذهب إلى انتخابات أخرى أو يلجأ الإطار التنسيقي لا تأجيل هذا الحسن وبقى سيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء أيضا لسنة أو سنتين إذا لم يتقد قوى الإطار التنسيقي هذا الإجراء أنا أعتقد أن السيد مقتر الصدر سيعود مرة ثانية للشارع وواضح جدا من خلال بيانات السيد مقتر الصدر أنه غاضبا وناقما على قوى الإطار التنسيقي واليوم لاحظنا أن بعض المتواهرين يتحدثون بأنهم أطراف من القوى المدنية أي من قوى التشرين بأنهم ليسوا صدرية هذا التقارب مخيف للقوى السياسية لأن لدينا 40% من الشعب تحت خط الفقر لدينا نسب بطالة تصل إلى 50% من نسب الشباب الموجودة وهناك تذمر من قبل الشباب فالخشية والقلق أن السيد مقتر الصدر يتوصل إلى اتفاق مع القوى المدنية ومعروب أن السيد مقتر الصدر لي قدرة في مخاطبة الجمهور خصوصا الجمهور الفقير الجمهور الذي هو غير راضي على العملية السياسية فهذا القلق أن تأتي بتظاهرات هذه المرة يعني المرة الأخرى أن تأتي بتظاهرات أكبر وأكبر وأن تقتحم حتى منازل القوى السياسية لهذا أنا أتوقع أن القوى الإطار التنسيقي ستتخذ إجراءا ستبقى هي متماسكة لكن ستتخذ إجراءا ربما يهدئ من السيد مقتر الصدر شكرا جزيلا لك دكتور مجاشع تميمي الكاتب والصحفي من بغداد وأيضا أشكر سيد محمد العقلي الباحث السياسي وأيضا أشكر من عمان الباحث السياسي العراقي سيد ياد العناز شكرا جزيلا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم مشاهدين على حسن المتابعة